السلام عليكم وادعوكم لايك للفيديو والشراككم في القناة تسجيعوا لنا للمزيد من العطاء والتألاء كل سنة وانتوا طيبين رمضان على الأبواب وكل مريض بيجي يسألني أعمل إيه في رمضان علشان أقدر أحتفظ بسكري مزبوط ونعدي الفترة دي بخير عايزة شارك المشاهدين بتلت نقطة مهمة جدا أول حاجة في أرقام مهمة جدا لحتاجك تعرفها علشان تحتفظ بسكرك سليم تاني حاجة وهي الأهم نفسي كل مريض يلجأ للطبيب بتاعه لمدة شهر على الأقل قبل رمضان علشان كل ما نحافظ على سكرك ويتزبط الجرعات العلاجية بتاعتك قبل ما نبتدي رمضان طول ما انت كده هتبقى في سليم أقول لك الثلاث أرقام المهمة أول حاجة لو انت صحيط الصبح لازم تقييس سكرك واحتفظ بالثلاث أرقام دولة في ذهنك لو سكرك أكتر من 300 يبقى لازم اليوم ده هنكسر صيامة لإن مش هنقدر نكمل لإن السكرات هترتفع أكتر من كده لو سكرك أكتر من 70 يبقى انت في السليم لكن لو أقل من 70 يبقى هيتطر يغبط على مدار اليوم وللأسف مش هتقدر تكمل الصيامة لو في خلال اليوم حسيت بدوخة زغلالة هبوط ألأ اضطراب عدم تركيز إيه السكرك خلي دايما جهازك معاك سواء في البيت أو في الشور وقيس السكر وقتها لو لقيت السكر أقل من 60 يبقى لازم وقتها تكسر صيامة بالثلاث أرقام السحرية دي اتحافظ على نفسك في الصيام وكل سنة وانتو طيبين ترجمة نانسي قنقر